تابعين حلقتنا مع توب ستوريز وبيسعدني استقبل الأب أيوب شهوان من الرهبن اللبناني الماروني أهلا وسهلا فيك أبونا وأبول عنداري أحد من أساسي عائلة مارشربل أهلا وسهلا فيك أستاذ عنداري أنتوا معنا اليوم تنحكي عن كتاب مارشربل إديس من لبنان ولدت فكرة هالكتاب من خلال زيارة عائلة مارشربل بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2019 والحاجة لتعريف الأطفال والشباب اللبنانيين يلي بتتراوح عمارهم بين 10 و 15 سنة يلي نشأوا بأمريكا أو هاجروا مع عائلتهم من سنوات عن مارشربل يلي هو فخر لبنان وفخر الرهبن اللبنانية المارونية والكنيسة المارونية واليوم فينا نقول أن شربل هو فخر الإنسانية كلها لأن شربل هو شهادة حب عظيمة شهدة حب انطلقت من بلدنا لتغمر قلب كل إنسان وتنقل إله المسيح كيف عيشه شربل رح نحكي عن هالكتاب يلي هو إنجاز قصة شربل يلي فيها الكتير من اللون والحب وبتخبر عن هالبطل يلي هو ابن بقى كفرة كيف مشي بمسيرة الحب ولوين مصل رح إبدأ معك أبونا شو أهمية هالنوع من الكتب أو القصص أولا شكرا على الاستضافة حول هالموضوع بالذات لبل حول هالشخصية الاستثنائية مش بس في لبنان بالعالم كله ملفت إنه بداية إنه مرشاربيل ما كتب ولا كلمة حتى أقواله محدودة جدا بالمقابل نشوف الكتب عن مرشاربيل مالية الدنيا هلأ لماذا هذا الكتاب وشو الأهمية الممكن تكون عم تخدم هالقضية العظيمة يلي هي مرشاربيل أنا بسميه قضية لأنه مرشاربيل بنظري هو امتداد لحضور يسوع كيف كان يسوع مثل ما بيقول عنه مربط رس مرة بيننا يصنع الخير مرشاربيل ما بيعمل إلا هالشغلي يصنع بيننا الخير لحتى أولادنا والشبيب بناء خاص يقدروا يتعرفوا على شاربيل مش بس بالإشهة اللي بيسمعوها كمان بالمشاهدة لأنه الصور المحطوطة بهالكتاب هي نوع من كلمات ولكن بالصورة الكنيسة ببداياتها لجأت إلى أيقونة تتعلم وبالتالي كانت الأيقونة وسيلة تربوية تعلمية تثقفية بكل ما للكلمة من معنى هالكتاب رح يكون بنظري إلو دور أساسي وجيد جدا لحتى أولادنا يتعرفوا على شاربيل من خلال الصورة ومن خلال الكلمات المواكبة لكل صورة يتعرفوا على هالرجل الاستثنائي بتاريخنا يلي ملّ اسمه الدني لبل صار فيه اهتداءات للإيمان خلينا أقول اهتداءات لحالة طبيعية بالإنسان بفضل مارشاربيل بالتالي الكتاب بيجي يلعب دور بيعطيه الدور استثنائي وعظيم جدا في تعريف الناس على مارشاربيل خصوصي موعدين نحن مش بس بناس عربيه على ما يبدو فيه كمان نقل إلى لغات أخرى الإنجليزي وسبانيولي وبرتوغيلي وغيره رح نحكي عنها وهي لغات كمان الحضور يعني بتكون تعملوا بكل لغات العالم أستاذ أنداري عائلة مارشاربيل ولدت بقلب هالرهبانية اللبنانية المارونية بحمايتها بحراستها وبمرافقتها وشغلة كتير شغلة من القلب وللقلب إذا بدنا نضوي على عائلة مارشاربيل ولو بشكل موجز كيف خلقت وليش خلقت مثل ما قلت ولدت من حشر رهباني اللبنانية وبأروع وأجمل وأقل أسمحها لهو قدام محبسة مارشاربيل بلشت بنوعين من الصلاة أول مرة مع ريمون وقال كان عم بيصلي قدام المحبسة بعشرة تشرين الأربعة وتسعين وبعد تسعة تشهر على قد لقى جروب يطلع يصلي قدام المحبسة ومن هالصلاة شقربنا أنه تكون السماء مفتوحة بعنية ويفيد نهر من النعم بلش صغير وبلش يكبر يوم بعد يوم وصار عائلة مارشاربيل بلشنا مجموعة صغيرة من 10-12 شخص كان نهار جمعة ورجع مرة تانية كمان بلشنا بإددس وبعد هالإددس بالمحبسة بلش يتكتر الأعداد وبلش ربنا يفيد النعم كبار وصغار وختيارية وشبيبة ومن هالمجموعة اللي جمع تحت السنديانات اللي بلش معنا أبونا مكرم كوزح وأبونا يحنى خواند من هالمجموعة بلش ربنا يكبر توسط بعدين لعائلة مارشاربيل امتقلنا على الدار لتحت معدد سعر الكنيسة بعد الكنيسة معدد سعر الكنيسة الكبيرة بعدين بلش يتتوزع على المناطق على العشرفية على زحلة وكملت بعدين على كل دول العالم من أمريكا لفرنسا لأستراليا لبولندا لعدة محلات ويمكن كنت عاملوا للأبونا المحترم العجيب بتنعمل مع شخص بس مع عائلة مارشاربي بتنعمل مع عشرات وميات وآلاف الأشخاص وبطرق وأشكال ونعم متعددة على مستوى الفرد على مستوى العائلة على مستوى الارتدادات الروحية على مستوى الشفاءات على مستوى الدعوات الكهنوتية والرهبانية يلي واحد واثنين واثلاثة وخمس وعشرة لحد هلأ صاروا طالعين من هالعائلة بشكر الله أنا بشكل كتير بخاصة اليوم السائبة 22 شهر يعني يلي لبنان كله بيكون بهالمحل هذا وهون بدي أعطي أنه العمل اللي بلشوا مرشاربيل بال93 يمكن معنوا هاد الشامي يلي صارت حالة جماهيرية عملوا مع عائلة مرشاربيل كتلمزي لأن هون فيه التزام وكانه بين الجموع والتلميذ هاي اللي قيت مع يسوى عطول تلحقوا جموع وفي قص منه كانوا يعملوا تلميذ عائلة مرشاربيل فيك تحتبرها مرسة تلمزة وجزرية وشاهدة حلو كتير على كل حال سيمار كون بتشهد واليوم من بينها أنا عند ربنا سوريا أكيد واليوم بين هات سيمار يلي أكيد أنتوا فخورين فيها هو هالكتاب إذا بنحكي معك أستاذ عنداري عن كيف خلقت الفكرة للكتاب وشو المميز فيه يلي بيميزوا عن غيره مثل ما تفضلت أنه بلشت الفكرة عائلة مرشاربيل بأمريكا كانوا بحاجة يعرفوا الأطفال والولاد والشبيب بعمر صغير على مرشاربيل على لبنان على الرهبنة على الروحانية المسيحية المشرقية مشان هيك بلشت فتكرة الكتاب بالألفان وتساطعش بس ولكن إجت الكورونا وعدت شغلات أخرته وأخذ شغل شي ثلاث سنين الأساسيين يلي بلشوا فيه هني دكتور طارق شدياب وروجيه ناضر ومعهن روني سعيد يلي كان مصور يلي كان فيه كتاب صغير بالزمان عن مرشاربيل مصور رجعوا طوروا وكبروا وأخذ شي ثلاث سنين شغل هالعمل طالع بشكل حارفي بيطلع شي ستين صفحة تقريبا مثل ما قال أبونا كمان أنه الحلو فيه أنه لحنشوف بالصورة والكلمة جزء من تاريخ لبنان جزء من تاريخ رهبني جزء من روحونيتنا والمراحل يلي مرأ فيه مرشاربيل يلي بالصورة والكلمة قدر توصل بشكل أسهل وبالأساس كانت الفكرة بالإنجليزي بس نعمل ألأ بالعرب وبعد شهر إذا ألا راد لحيكون موجود بالإنجليزي أبونا شو منقدر نقرأ عن شاربيل شي ما منعرفه بهالكتاب قبل كل شيء بلشت كلمي أن مرشاربيل ما ترك أي شيء مكتوب مرشاربيل ما حكي إلا كلام قليل جدا وبالتالي فيه عم بيجمعوا أقوال لمرشاربيل أحيانا هي مستلهمة من طريق عيشه أحيانا هي سامعينة من هنا وهناك وعم تنجمع النتيجة هالكتاب دوره أساسي بشو؟ أنه بيركز معلومات بتخص حياة مرشاربيل بتخص أقوال شاربيل بتخص بعض الأشياء المستلهمة من حياة مرشاربيل النتيجة عائلة مرشاربيل عم تعمل عمل جبار أنه عم بتعيش مع عيشوا مرشاربيل هني بيسموا حيلهم رهبني بالعالم إذا بتشوف حياتهم بتشوف أنه كأنه امتداد لحياة مرشاربيل بطريقة العيش بطريقة الصلاة صلي حاز أكتر من مرة أعملهم رياضة روحية يومين وثلاثة هذا الشيء كتير مهم ممكن تشوفه بعائلة مرشاربيل عم بيجسدوا القيم اللي عاشوا مرشاربيل فعلا إن كان بالدير وإن كان بالمحفص ثلاثة أيام صمت أصوام ولا كلمة تأمل سجود خشوع وما يتبع كأنه اللي عيشوا مرشاربيل بالمحفصي عم يجسدوا وبالتالي ما نقصه من معلومات عن مرشاربيل فينا نلاقيه بحيات عائلة مرشاربيل اللي عم تعمل العمل كتير عظيم أبونا رح نتابع إحوانا ناخد فصل قصير ونكفي تابعين حلقتنا مع الأب أيوب شهوان من الرحبان البنانية المرونية والإستاذ بول عن دارئ أحد مؤسسي عائلة مرشاربيل تنحكي عن هالكتاب الجديد مرشاربيل قديس من لبنان اللي بتوجه لشاببتنا للمراهقين تنقدر نعرف أكتر من خلال هالقصة المصورة عن حياة قديسنا نسخة باللغة العربية صارت موجودة بكل المكتبات بعد شهر نسخة باللغة الإنجليزية وبعدين بالبولندية والإسبانية وكل اللغات اللي بتعرف شاربيل وحب أنه تعرف ولدها عليه استاذ عنداري اليوم انتو حريصين بعائلة برشاربيل على كل هالقرس الروحي والفكرة والعقائد اللبناني اليوم هيدا ضمن جزء من مشاريعكم شو قادر يعمل الفرق انت عفكر شغلي انه ربنا عمل عمل عظيم من خلال مرشاربيل عظيم جدا 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 عمير جا يكرر يلي على قلب يسوع المسيح ويلي عمله يسوع المسيح هي رسالة يسوع المسيح كل شي بين عمل عن هالعمل العظيم اللي ربنا عمله من خلال شاربيل يكون عمل كتير كبير يمكن كل التعليم اللي عمله نحنا كل الرئيضات اللي عمله كل الرسالة اللي عم تنعمل بلبنان وبرات لبنان هدفها انه هالفايد من النعمة والروح يوصل لأكبر قدر من الناس عمصطوى الفردي وعمصطوى العائلة وعمصطوى لبنان وبتصور نحنا بهالظارف اللي نحنا فيه هلأ يلي لبنان عم ينحط بصورة كتير منحل ولدرجة انه مش مش مريحة أبدا وحتى بالعالم كله سوى عم يطلع مرشاربيل وكل شيء مثل عم يطلع مرشاربيل وعم ربنان تايعطي للإنسان وللعيال وللجموع كله سوى الهوية الأساسية اللي لازم تكون لقلوا الهدف الأساسي الدعوة الأساسية لكل واحد يعني اللي بالنتيجة هي مشروع خلاص مشروع أداسي لكل إنسان نعم أبونا من 2000 سنة وعننا أهم أن نحافظ على هالهوية نتمسك بإيماننا ونسبت بأرضنا اليوم هالإديس يلي نعزل عاش حياة بعيدة عن الناس بمحبسة ومعمل غير إيماتات وأصوام وصلات عرف طريق معينة خلت على القرية نحنا هيك نقراها بعتقد خلت يسوع هالقد يحبه تعطاها الشفاعة الكريمة الكريمة في استثنائية بالإديسين يعني وشو استثنائية مرشاربيل أو شو فراته ما رأيت الكلمة بكلمك هلأ عرف مرشاربيل أعظم شاغلي ربنا ركز علي بتبشيره ثلاث سنين عرفتكم ركز علي كل الوقت ومرة نتفي وبخ إلى الآن لم تعرفوا بعد النتيجة مرشاربيل تأخذ هالقرار يترك ضيعته وبيته وولد بعده ويجي عالدير تأخذ قرار يكون للرب بكل شيء يجي أخذ قرار أصعب يطلع من الدير على المحبس كله مبني على حسن التمييز نسميه باللغة اللي هوتي الإفراز العقل مرشاربيل عمل هالإفراز العقلي وميز حياة الرهبانية بالدير عظيمة جدا ولكن هناك أعظم لأنه كان يعرف ما هو الأعظم اختار الأفضل والأعظم طلع على المحبس أنت تيجي الإديسين هني علماء ما حدا من الإديسين معه شهادات أو كذا هو الأهم الاكتساب المعرفي يلي هي تيجي من السجود تيجي من العبادة تيجي من التأمل تيجي من التفكير بما عمله يسوع بقليمه وفيقيامته قبله بتجسله كل هذا بيجعل من الإديس أو الإديسي أناس علماء بالمعنى الجيد جدا للكلمة والواقع لأنه الإنسان خلق عالما بدي يعرف الله أعطاه كل الأدرة أنه يعرف مارشاربيل لأنه تلميذ أمين لإسوء المسيح لربنا عمل ما لا يعمل لمن دار السهوت عمل ما لا يعمل لمن صار يتعمق هذا اللهوت الذي يتعلم كان يؤديه بالعبادة والسجود لا يمكن لحد يقول دراس لهوت هو قعد على كرسي بالجامعة اللي بد يدرس لهوت بد يركع ويصلي لهوته هذا اللي يتوصل له مارشاربيل وبالتالي نحن اليوم الهم الأكبر الهم الأكبر لإلنا شعبي هل يعرف إيه المرة ربنا على سين النبي بالعهد القديم شعبي لا يعرف ولأنه لا يعرف عبد آلية أخرى بتعد مارشاربيل قد ما كان علم ترك الديني كله وعرف إنه العلاقة الحميمة مع الرب هي كل شيء حلو استاذ عمديري باختبارك فضل بدك تقول شيء اللي كانت حاب بقوله مضبوط بالاختبار ياللي بيرجع تقريبا لأربع أربع أربعين سنة بجسديا وروحيا في هيك ربنا شاء أنه نعمل على المسيرة بس ما رح مرق بالصراحة لا قليل بدي مرق بعض كلمات مرشاربيل ياللي كتير كتير هيك حفرين ياللي نعطوا بالاختبارات لخينا ريمون وحدة منه نختار طريقك بهالدني ما تخلي ترقاط الدنيا تختارك شغلة تانية الأداسي منح حظ الأداسي أرار وأعظم رسالة منخذها نحن كعائلة مرشاربيل ياللي هي للعلمانيين حتى لهوا راهب كونوا رهبين بقلب العالم زراعوا الأرض صلى وبخور كونوا أدسين وأدسوا الأرض يعني هالجو كله سوا أكيد بيحفر بعمق بداخلي من خلال اختبار عائلة مرشاربيل من خلال الاختبار الشخصي يلي تويل أربع وعربعين سنة مشينا فيه كم بتسألني شي سوري كمان جوابتك نقص عليك ريت سؤالي بلا بلا ما أقوله عليك الحال اللي بيسأل عن شاربيل برات لبنان نحن اللي منحبه ومنعرفه كيف بيتلقوه بيلفتهم شدة تواضعه كأنه هالإنسان هالقد عطى حاله ولقى كماله مع يسوع بانسحاء الأنينية اللي هي موجودة عند كل إنسان هالطواضع الملفت اللي عنده مرشاربيل وهالطواضع باعتقد قدر يحمله لكل الناس لأنه مش هين راهب بهالبلد الصغير على هالتلة بيعناية يقدر يكون عنده هالباسبور العابر لكل السقفات لكل الديانات لكل اللا ديانات فينا نقول أو الشخص اللا دينيين إلا مرشاربيل يلمسهم بمطرح معين ولمسة مرشاربيل هي اللي بتدلك على يسوع لأنه هالقد هو بعتقد معبى معبى منه فهو جسر كمان جسر نفتخر فيه ما بعرف أستاذ عنداري إذا نحب تضيف شيء بنقول أنه بي 2 أدار ساعة 2 دعوة مفتوحة للناس تفضل في ندوة اللي حتصير عن الكتاب وعنمار شاربيل بأنتلياس بمعرض الكتاب بـ 2 أدار ساعة 2 الكل مدعوين ويشاركون بها الندوة وتاني حكي أكتر عن الكتاب وعن شاربيل أبونا إذا بدنا نختم بفكرة بقلب هالصوم شاربيل اللي عاش حياته صوم كامل بأتقد مش هيك اختار أصعب أنواع الصيام على الجسد بس أحلاهن على النفس شو فينا نقول حضرتك ذكرت قبل شوي هالفضيل العظم عن مشاربي التواضع كأنه صوت الرب يسوع يالقيل تعلموا مني أني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسي هذه بده مجهودات استثنائية التواضع لأنه ماي للإنسان إذا بتتذكر به سفر التكوين للفصل الثلاثة اللي مقنجة الحي وأغوت حواء قالت لا تصيراني كآلهة إذا أكلته تجربة أنه نصير كآلهة بهالدني تجربة قوية مرشاربيل كان على نقيد عطرف نقيد تماما من هذا الواقع التواضع هو هالحكم العظيم اللي ربنا عطاه إياه أنه قدر يعيش لكن تيصال لأنه يحقق هالتواضع تيكون مثل يسوع ما في شك كمان إذا ذكرت حضرتك مهم الإيماتات والتقشف والتجرد والتخلي في مسيرة بتمتد لآخر أيام الإنسان على هالأرض بده يعيش مثل ما عمل مرشاربيل الإيماتات اللي عمل تماما استثنائية كتير كبيرة الأكل مرة وحدة وصنف واحد وإلى آخر نوم قليل كل هذي عطيه القدرة لمرشاربيل يكون هو الأقوى لأنه ما يطلبه الجسد ما في أقوى منه بس بقدرة القادر بقوة الله مرشاربيل كان هو الأقوى لأنه كان يصلي فيه شغل حلوي بيقوله الإديس مرؤس بأول إنجيله يسو المكان صايم بالبرية كان بين الوحوش ولكنه كان هناك هو الأقوى الإديس ما بيقدر إلا ما يكون هو الأقوى بهالمسيذ اللي فضلت وحكيت عنه بقلب بساطة العيش بالحياة الرهبانية والدعوة إلى التواضع فيه الكتير من التميز فيه الكتير من القوى فيه أهم الشيء الكتير من الجوهر والعمق بقلب البساطة وهي بأعتقد بساطة الروحانية إذا كانت مشاربكة بتضيعنا أوقات هي مباشرة كتير وهالقد فيها حب وهالقد اليوم قدر شرب أنه مثل ما جسمه دهشنا بعد الموت وبقى مليان حيات قدر أنه يدهشنا بشهدات ونعم وبأنه حامل لبنان لأنه يعني شرب ماشي معه يسوع مطرح ما بيروح بس فيه كمان لبنان شائله شرب وحامله لكل الدنيا شكرا كتير على هالكتاب يلي هو أحلى شيء ممكن بعتقد نقدمه لشبيبتنا بلبنان والعالم وانشاء الله بنشوفه بكل لغات العالم شكرا لحضوركم شكرا للمشاهدة